أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الجديد علاقات بغداد وأربيل تهتز من جديد بعد أن وصلت إلى أفضل حالاتها منذ أمد طويل فماذا بعد قرار المحكمة الاتحادية؟ قرار قضائي يقضي بإلغاء الاتفاق المالي بين بغداد وأربيل وجميع القرارات الخاصة بتحويل الأموال من الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان القرار يعني أيضا إيقاف الأموال المرسلة شهريا من بغداد إلى أربيل والبالغة 200 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي الإقليم سياسيون ومراقبون يقولون أن القرار ينسف الاتفاق الذي تشكل على أساسه ائتلاف إدارة الدولة والذي يعتبر الكرد فيه حجر زاوية وصانع قرار رئيسي ردود فعل كردية مشاهدين كانت مدوية بعد أن وصل قرار الاتحادية إلى مسامع الإقليم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني وصف القرار بالصادم بينما تساءل رئيس الحكومة مسرور برزاني عن توقيت القرار قائلا إنه كلما كانت الأجواء إيجابية بين بغداد وأربيل يأتي قرار يقوض العلاقات تدعيات القرار لا تجد أثرها في الإقليم فحسب بل توقع نواب ومراقبون أن يزيد القرار من تعقيد الأزمة الاقتصادية الحالية بفعل تذبد بسعر الصرف مرجحين أن يدور الخلاف مجددا على حصة الإقليم والتزاماته في الموازنة وأن يعرقل قانون النفط والغاز أيضا خيارات الكرد سياسيا تبدو مقترحة على جميع الاحتمالات سياسيون كرد قالوا إن القوى الكردية قد تلجأ إلى مقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة بل ولوحوا بالانسحاب منه فيما أشار البعض إلى خيارات أكثر هدوءا منها الوصول إلى صيغة اتفاق مالي جديد أو تشريع قانون النفط والغاز وحل جميع الإشكاليات شكرا لكم على المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر